بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وساو علم الله اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وحسن الخواتيم يا رب العالمين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الكتاب فتح القريب المجيب شرح ابن قاسم الغزي على كتاب الفاضي التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشفعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلمذتهما في الدارين آمين كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا والنكاح اللي هو الزواج وما يتعلق به من الأحكام أي الأحكام الشرعية والقضايا التي تنشأ فيه وبسببه والأحكام والقضايا من بعض في الخاصة عام لأن الأحكام تشمل القضايا وكأنه يعني عمما ثم خصصا والنكاح من الشرائع القديمة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي فالنكاح من الشرائع القديمة وهي سنة نبوية شريفة سنها جميع الأنبياء لتستمر الحياة مع المحافظة على النسب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء أي القدرة على الجماع والنفق فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له يجاء حديث كل الناس حفظين والحمد الله لا يخلو عقد نكاح إلا وتقلمس لهذه الأحاديث فيها فهي أحاديث متكررة محفوظة عند جميع المسلمين والله أقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والأيام هي من لا زوجة له سواء بموت يعني بأرملة أو بطلاق أو حتى يعني لم يسبك لها زوجة فالأيام هي المرأة التي لا زوجة له سواء لم يسبك لها زوجة أصلا أو تزوجت فطلقت أو تزوجت ومتعما زوجة كل دي سماعين والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني الأرقاء لما أيام كان فيه رقيق إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل فقد يكون النكاح سببا للغنى يقول وفي بعض النسخ وما يتصل به من الأحكام والقضايا يعني كتابه أحكام النكاح وما يتصل به مكان ما يتعلق به من الأحكام والقضايا والأحكام جمع حكم والقضايا جمع قضية والحكم هي النسبة الكاملة بين شيئين لأصل الحكم كده النسبة الكاملة بين شيئين تقول الصلاة واجبة هذه نسبة كاملة حكم أو تقول مثلا السرقة حرام ودي برضو نسبة كاملة يعني جملة مفيدة تبين مبتدأ وخبر والقضايا ما يتعلق بها من قضايا تنشأ بسبب النزاع أو بسبب ما يطرع على العقد من أسباب فسخ أو أسباب صحة أو أسباب فسد وهذه الكلمة ساقطة من بعض النسخ المدن والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد لغة هو الضم وأيضا يطلق على الوطء والجماع ويطلق أيضا على العقد أما من ناحية الشرعية يعني هو لفظ في الراجح أنه لفظ مشترك بين العقد وبين الوطء الراجح وإن كان في قول يقال أنه حقيقة ومجاز له حقيقة وله مجاز فالأحناف قالوا أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد والشفية العكس قالوا وحقيقة في العقد مجاز في الوطء يعني عندنا الوجود الثلاثة في المذهب لكن الراجح في المذهب أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كويس وفي قول تاني وقال أنه مشترك مشترك لغوي يعني مش حقيقة ومجاز بل حقيقة في الاتنين في العقد وفي الوطء ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط وهنا نتكلم على أركان العقد وعلى شروط العقد إن شاء الله العقد هنا يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمة يعني وعقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة يبقى إيه عقد يقتدي إباحة يبقى معناه أنه إيه يعني مفاده الإباحة مفاده الإباحة لأن مفاده الإباحة للملك مش عقد تملك الوطء أو تملك البطء لا ده عقد إباحة الوطء أو إباحة وطء الإيه أو الاستمتاع بالبطء لا تملك إيه وإن كان فيه وجه عند الشفعية وهو مرجوح إنه هو إفادة تملك انتفاع كويس لكن هي في الحقيقة هي إباحة انتفاع والفرق بين التملك والإباحة حيبان في إيه إن لو واحد قال والله لا أملك شيئا وكان متزوجا يبقى إن كلنا عقد إباحة مش عقد تملك يبقى لا يحنس بزواجه ولو قلنا أنه عقد تملك يبقى حانس بزواجه فهمت أنتفرق بس في حاجات بسيطة والرجح أنه عقد إباحة ولما كان هو أصله الإباحة يبقى يبقى يطرق عليه الاستحباب إذا كان بقصد العفة أو النسل لكن هو أصله مباحة زي الأكل والشرب يعني النكاح ده عامل زي الأكل والشرب الأكل والشرب ده مباحة لو بتأكل من أجل التقويع الطاعة صار مستحب صار طاعة وكذلك النكاح أصله مباحة كالأكل والشرب إن كان بنية الاستعفاف أو بنية طلب الولد وليس يبقى دخل طرأ عليه ما يجعله مستحب وعلى شكرة قال بعديها على طول النكاح مستحب لمن يحتاج إليه يعني إذا وجدت الحاجة إليه صار مستحب إنه مش محتاج إليه يبقى مباحة يتجاوز ما يتجاوز وحر يأكل ما يأكلش موحر يشرب ما يشربش وحر فهمت يشرب وقت ما يحب وما يشربش وقت ما يحب لكن لو طرأ عليه الحاجة محتاج حد يؤنسه محتاج حد يعني يخدمه محتاج حد يعفه محتاج حد يأتي منه بولد يبقى صارت الحاجة فيه فإيه ترقيه من حالة الإباحة إلى الاستحباب أو الوجوب أحيانا لما يكون حيقع في الزنة خلاص لو متزوجش حيقع في الحرام يبقى واجب فيه وعنده الاستفاعة يبقى في حقه واجب طيب افرد انه هو لا يحتاجه مش مهمسك ويفرد انه هو قال لا يحتاجه ولكن قادر على الجماعة والنفقة وهو لا يحتاجه كويس يبقى مباح محتاجه مستحب محتاجه ضروري يبقى واجب مش محتاجه وحيقول هي عن العبادة يبقى في حقه مكروم يعني حيقول هي عن ما هو أهم منه وهو أصلا مش محتاجه نفسه لا تحدثه بالنساء ما عايش كده مبسوط واخد بالك طيب افرد عنين ليس عنده القدرة على الجماعة أو ليس عنده القدرة على النفقة أو خايف لحسن يظلم المرأة التي يتزواجها لأنه كثير الترحال غضوب لما بيغضب بيضرب خايف لحسن إما يتجوز واحدة يضربها ويأذيها عشان طبعه ويحش يبقى في حقه حرام يتجوز طالما هو شايف في نفسه هذا يعني معناه أنه ممكن يعقى تعتريه الأحكام الخمسة لكن هو في أصله الإباح ثم يترى عليه ما يترى فيجعله أحيانا مستحب أحيانا واجب أحيانا مكروه أحيانا حرام وهجز يبقى النكاح مستحب لمن يحتاج إليه إيه هو يحتاج إليه بتوقعن نفسه للوطن وخايف الحسن يقع في الفتنة أو في الزنا اللي هو العنت العنت في الآية وأخذها لك وأن يخشى العنة منكم وأخذها لك العنت اللي في الآية اللي هو أباح له وأن يتزوج حتى أما أنه هو الزنا أن يقع في الزنا يعني عايش في مكان فيه شهوات معروضة عليه وهو أيضا يتوق للنساء ولا يستطيع أنه يعف نفسه وحسس أنه يقع في الزنا واجب في حقه أنه يتزوج مش كده وبس ليس فقط القدرة على الجماعة والرغبة فيه بل لازم كمان يبقى معه حاجة تانية ويجد أهباته كمهر ونفقة يعني ومعه كمان النفقة والقدرة القدرة المالية لأن النكاح ينبني عليه وجوب النفقة على الزوجة وجوب سكناها وجوب كسوتها وجوب المهر كل ده حيتطلب منه إنكانيات مالية وعلى شك كده ويجد أهباته كمهر ونفقة ممكن نزود عليها وكسوة ومسكن كمان يعني وإن كانوا مش عيلهم لكن مطلوبين مش كده برضه بفر الراحة ما عندوش مقوى وما عندوش قدرة على أنه يحضر مقوى يعني سكن الروح الجوز حيقعد بها في الشرع فهمت إزاي؟ ينفعش لما يحضر مقوى يبقى يروح يتقدم للناس وتزوج يبقى أيه النكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوضع ويجد أهبته يعني استعداده كمهر ونفقة ونزود عليها وكسوة ومسكن فإذا فقد الأهبته اللي هي وسائل الاستعداد لم يستحب له النكاح في الحالة دي ليه؟ لأنه ممكن في الطريقة دي يوقعه في التقسير في التقسير في النافقة في الظلم من تزوجها كل دا يوقعه في الأزمة يزول الاستحباب في دار الحرب يبقى النكاح في دار الحرب بين الإباحة والكراهة ولا يكون مستحبا أبدا في دار الحرب ليه؟ خوفا على الولد من الأسري الوقت الأسر زمان الاسترقاق أو الكفر إنه هو يموت في دار الحرب ويترك ابناء أو الزوجة حامل وينشأ ابنه في دار الكفار فيطلع كافر مش كل دا وارد وبالتالي تزول الاستحباب إذا كان في دار الحرب خوفا على الولد من الكفر أو الأسر مش هنوبقى الاسترقاق لإنه ما بقاش في الوقت إيه؟ استرقاق وفي الحالة دي إذا تزوج في دار الحرب واجب منع النسل إذا في الحالة دي يجب استخدام وسيلة لمنع الحرب إفرقوا في دار الحرب ونفسه تطوق وحيقع في الزنا يعمل إيه؟ يتزوج ويمنع الحرب تهمت إزاي؟ يبقى في حقه يمنع الحمل واجب في حقه برضو خوفا على الولد وكتير من اللي احنا شفناهم عاشوا في بلاد أجنبية وأنجبوا وماتوا هناك وأولادهم بعد ذلك أو أحفادهم تحولوا إلى دين غير دين الإسلام نمازج كثير مشهور لرجة واحد أريدنا أريدنا من عائلتنا مراته أيرلندية بعد ما أنجب منها ولد وسمى اسم عربي إسلامي هربت وخدت الولد وعنده أربع سنين وراجعت لأيرلندا وابن الوقتي عنده تلاتين سنة بيروح الكنيسة شوف إزاي؟ وهو اسم إسلامي عشان الفقائم ما يقولوا الكلام ده مش بيقولوا من إيه من فراغ لا يقولونه من فراغ بل تجارب بشرية موجودة معروفة جران في المانيال كان جدهم من أهل القرآن جدهم أحد أحفاده عايش في أمريكا ولد في أمريكا وعايش في أمريكا لما بلغ أربعين عاما وتنصف وجده من أهل القرآن ولد في أمريكا لحد ما وصل فينه أربعين سنة واخدوا بعد سن الأربعين بيسألوا عليه تعالى خد مراسك من جدك عشان بيعنا العمارة قال لهم اللي عايز المراسة وليحاجة مايش جداد وبعاين بيسألوا قريبه اللي هناك قالوا لهم ده حتى ما بيصليش ده بقى يروح الكنيسة فلا حصة المسلم ولا حصة المسيح كل دي نمازج مشهورة معروفة احنا عايشينها وشفناها بهمت زي في كلام الفقاء مش كلام يعني مجرد كلام نظري عشان كده إذا تزوجت في بلاد الكفار واجب عليه أن يمنع الحمل حتى لا يخرج من صلبه كافر لما يرجع بلده ما يجرش حاجة بها يبقى ينجب زي ما هو عايز ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر طبعا للحر ما قال إيه غير النبي للحر المسلم غير النبي النبي مستثنى لأن النبي جمع بين إيه أكثر من أربعة جمع بين تسعة وتزوج ثلاثة عشر امرأة مش كده بردو ويجوز للحرد أن يجمع بين أربع حرائر فقط والنبي مات عن تسعة إلا أن تتعين الواحدة في حقه أحيانا يبقى لا يجوز له التعدد بالرغم أنه مباح التعدد حكمه الإباحة وليس الاستحباب كما زعبه الوعابية يقول لك الأصل التعدد لا الأصل عدم التعدد التعدد ده مباح وليس هو الأصل بدليل أن أبونا آدم ربنا كان ممكن يخلق له أربعة وعشرين امرأة أربعة وعشرين ضلع خلق له واحدة وعاش بها إلى أن إيه أنجبت أربعين بطن أنجبت له أربعين بطن أمنا حول يبقى الأصل إيه والنبي لما تزوج أمنا خديدة وأنجب منها لم يتزوج علي امرأة قط يعني إذا تزوجت امرأة وأنجبت منها وتكونت أسرة فيستحب في حقك ألا تعدد حتى لا تشوش الأسرة لأن إذا تشوشت الأسرة تشوشت أنت معها لكن إمتى يجوز لك أن تعدد تزوجت امرأة ولم تنجب منها والعيب منها وأنت تريد النسل لك أن تتزوج غيرها عشان تنجب ولا يدعك هذا إلى أنك تظلمها كويس فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة وأنجب منها تزوج عليها خمسة وعشرين سنة متزوج امرأة جابت أسرة عنده أسرة انجبت له خمسة فإذا تكونت الأسرة الأصل عدم التعدد واضح أحيانا تتعين الوحد لو تزوج سفيه رجل سفيه لا يحسن التصرف في المال لكن نفسه تتقل النساء ولو سبناه هيقع في الزنا يبقى فعلي واحدة بقى ما ينفعش يوعدد وهو سفيه مش كده برضو هو نحو أو مجنون بيجي له جنون نوع من الجنون لكنه إيه لو سبناه هيروح إيه يتعرر لأبناء لبناة الجيران ويعمل إنا مشاكل كلهم والتاني الوحد عايز إيه بنت من بناة الجيران هو مجنون نعمله إيه نعمله إيه نعمله إيه نزوجه واحدة علشان ومن زوجهش أكتر من واحدة لأنه ده مجنون متعينة في حقه الواحدة ووضح يبقى إلا أن تتعين الواحدة في حقه كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة ويجوز للعبد إذا كان الحر يجمع أربع حرائر العبد نصف الحر يبقى إيه مع اتنين بس العبد لو أن يتزوج اتنين مش أكتر من اتنين واضح العبد اللي هو الرقيق يعني ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عدقوه بصفة كل دي أنواع عبيد مدبر يعني قال له أنت حر دبور موتي ده عبد أو مبعضا يعني إيه يعني كان عبد يملكه يعني أفراد فأعتقه أفراد والباقي لم يعتقه فصار بعضه حر وبعضه رقيق يسمون مبعض أو مكاتبا يعني مكاتب يعني يعني اشترى نفسه بعقد من سيده على أقصاد يبقى عبد برضو حكم حكم العبد أو معلقا عدقوه بصفة يعني قال له مثلا إيه أنت عتيق إذا تخرجت من الكلي ماسك رب الودي العبد بتاعه ودخله كل إيه الطب الودي متاهد حلو ما شاء الله قال له أول ما تاخد بك رستب تبقى حر وافتح لك أياته أخذ بالك إزاي فإيه بقى هنا معلق بصفة يبقى في الحالة دي برضو عبد إفر تزوج قبل ما يعتقه يبقى عبد لا يجمع أكثر من اثنين كل دي عنواع إيه عبيد يعني ويجوز للعبد أن يجمع بين اثنتين يعني على الحد الأقصى يعني أي زوجتين فقط ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين الحر لا يجوز بقى أن ينكح الأمة إلا للضرورة كما لا يجوز أن يأكل الإنسان الميتة إلا لضرورة واخد بالك ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم أي لكده ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض مش كده الآية كده بعد ما أباح كده قال إيه ذلك يعني هذا الحكم لمن خشي العنة منكم يعني الوقوف في الزن يعني مش منباح على طول كده لا ده كأكل الميتة عند المجاعة يبقى زواج الحر من الأمة كأكل الميتة عند المجاعة للاضطرار والاضطرار هنا الوقوع في العنة اللي هو ليه لأن أولادهم هنا حيطلعوا عبيد أرقاء فهمت إزاي يعني لو أنجب من الأمة حيطبعوا أمهم في الرق وبالتالي حيبوا أرقاء لسيد الأمة فيبقى كده لم يحسن لأبنائه أنجب أولاد أرقاء وهو حر يبقى كده ظلم أولاد ولا ما ظلمهم ظلم يبقى ما متبقاش إلا للضرورة علشان كده قالوا كمان أن من ضمن استحباب أو وجوب منع الحمل إذا تزواج أمه حتى لا ينجب أرقاء واخر بقى لك زي ما قلنا في دار الكفر يعني حيط منع الحمل يكون واجد في بعض السور في إمت بقى يبقى ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين لأن لو الأمة ليه مش محتاج أن يتجوزها ما يملك يمين لازم تبقى لغيره عشان ينكح يتزوجها يعني مش كده بره لكن لو لنفسه طب ما خلص ما يملك يمين مش محتاج يعقد عليها ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين أصلي كان زمان ساعات يزوجوا إماءهم لبعض الأحرار علشان يكتر العبيد تحته عنده تهمت بقى إزاي يعني فيه واحد حر كده مش عارف يتزوج وخايف يقع في الزنة لكن صفاته كويس قوي البنية فقال لك أما أنا أجوزه البيت الأمة دي يقوم تخلف العيال أقوية يطلقوا عبيد أقوية ينفعوني في الأرض يزرعوا معايا وشيلوا معايا وحطوا معايا تهمت إزاي كانوا زمان بيعملوا كانوا أيام ما كان فيه ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين طبعا لو الحر بي ده قبل ما ينكح أمة يشتري أمة يبقى الحر أيام ما كان فيه رق وخايف العنت يروح يشتري أمة معهوش ثمان أمة لكن إيه لو تزوج أمة مهرها أقل من ثمان يعني فقير قوي ما عندوش حتى ثمان الأمة يشتري أمة يوم يعمل إيه اضطر بقى يتزوج إذا خش يلعنت تهمت يبقى لازم يمر مرحلتين الحر قبل ما يتزوج الأمة إنه يكسر من الصيام فإنه له وجاء مش كده برضو صاموا برضو ما فيش فاية وحسس أنه حيقع في الزين يروح يشتري أمة معهوش فلوس يشتري أمة خلاص بقى يروح بقى يتجوز أمة يعني لازم يمر بعدة مراحل ينكب أمة يبقى ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين عدم صداق الحرة يعني ما عندوش مهر يتزوج بحرة عدم صداق الحرة يعني ما عندوش مهر للحرة أو فقد الحرة أو مش موجودة حرة أصل أو هو قبيح قوي فيش حرة قبلاه عنده مثلا تشوه في خلقته كل ما يروح يتقدم لواحدة حرة ترفضه واخد بقى يكون تطلع في العبر ففي الحالة دي فقد الحرة مش لاقي حرة تقبله وعملين أو فقد الحرة أو عدم رضاها به وخوف العنت تاني حاجة خوف العنت أي الزنى مدة فقد الحرة وترك المصنف شرطين آخرين في شرطين تانيين تركهم المصنف أحدها أن لا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع ما يكونش تحت يعني تحته تحت يمينه إما بالملك أو بالعقد حرة مسلمة يفرم تجوز واحدة بمسلمة لكن عينه زائغ عايز واحدة تانية طب واحدة تانية تروح تتجوز أما العيال يطلعوا فهمت إزاي يبقى صبر بقى اتصبر بدي لحد ما ربنا يغنيه وبتجوز عليه فهمت بقى مش ممكن يحر أولاده أولاده رقاء اللي يطلعوا رقاء ممكن ما يعرفش يشتريهم صاحبهم ما يرداش يبيعهم موحبة تحت أمرت سيده فهمتين إزاي مشكلة يبقى أول حقق اشتريتين تانيين قال لا يكون تحته حرة المسلمة أو كتابية ما يكونش تحت يمينه إما بعقد نكاح أو بعقد رق ملك يمين يعني مسلمة أو كتابية يبقى فاقد تصلحوا للاستمتاع طبعا طبعا لأن الحرة الكتابية هتنجب أولاد أحرار ما هو المشكلة في الرق أي تاني بقى حيتزوج أمة كويس لازم الأمة تبقى مسلمة إسلام الأمة التي ينكحه الحر ما ينفعش يتزوج أمة كتابية لكن ممكن يتجوز حرة كتابية دي نقطة مهمة حتى دي تغيب على كثير من الناس وإن كان ما تفريش لذلك ما بقاش فيه رق يعني لكن هي من لطائف العلوم أنك أنت تبقى عرف يعني هو يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية كما له أن يتزوج الحرة المسلمة كويس لكن لا إذا اضطر إلى زواج أمة فلابد أن تكون الأمة دي مسلمة ولا يجوز أن يتزوج أمة كتابية يجوز أن يملك أمة كتابية ملك يمين لكن لا يعقد عليها زواج واضح الثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر فلا يحل لم ينفسخ نكاح الأمة هو نكاح أمة في الاضطرار بالشروط المذكورة دي وإن ربنا فتع عليه وربنا كرم وبقى عنده صداق الحرة فتزوج حرة لا ينفسك العقد معها من تلقاء نفسي في امتزال لا يستمر ثم ينطلق بعد ذلك إلى موضوع جديد ويقول ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أدرب لأن خد بالك لما هيجي أنكح عايز يتزوج لابد أن ينظر للمرأة اللي حينكح علشان يخطبها لابد أن يشوفها فهيتناول بقى حكم نظر الرجل للمرأة لجنبية مطلقة عموما إذا زوجها هيبقى لا يستمتع بها فراشن يستمتع بها خدمة بس تخدمه تطبخ له لكن لا يستمتع بها فراشن لأنه بقى تحت رجل أخر ما ده معروف من الأحكام السيد إذا أنكح أمته لرجل آخر سواء هذا الرجل كان عبد زيها أو كان حر يبقى إيه لا يصح له يحرم عليه لا يستمتع بها ما ينفعش تبقى في الرشل رجلين فهمتني إزاي دي معروف الأما إيه أه ده ده مباح لا مباح لا ما إحنا قلنا التعدد أصله الإباحة وليس الاستحباب الأصل فيه الإباحة وليس الاستحباب بل الأصل في النكاح الإيه المرأة الواحد إذا كونت الأسرة من فعل النبي كده لما كون أسرة ما تزوجش إلا بعد وفاة خديجة في كده ده ده اللي عمله النبي مع نفسه والنبي قتي في خولة إيه في خولة سبعين وقيلة أربعين نبياً يعني مش فحولة عادية يعني فاخد بالك إزاي يعني يقال أن النبي فحولته أربعين رجل بقدر أربعين رجل والنبي بقى فحولته بقدر أربعين نبي لكي تعرف أدية النبي كان أقوى الناس عفة على الإطلاق يوم وهو بهذه الفحولة يكتفي في عز شبابه بامرأة تكبره والمدة خمسة وعشرين سنة الوحدة لكي تعرف أدية نبيك كان يمتزه إيه بالعفة فهو أعف خلق الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن يستحب عدم الإكثار من الأولاد في زمن الفتن يستحب عدم الإكثار من الأولاد دي كنتاني شايف الزمن بتاعنا ده إيه ياạn بتقع في دائرة الإدمان وبتقع في دائرة الإلحاد وبتقع في دائرة الفسق والفجور زمن صعب فاحتمالات ايوة لما يبقى المجتمع فيه تواصي بالحق وتواصي بالصبر والخير كتير خلف لان حتى لو موت المجتمع حيربي ولادك انما تبقى مجتمع متفكك زي اللي احنا عيشين فيه والفتن بتأتيك من كل باب ومن كل شباك ولو قافل الباب والشباك جايلك برضو عن طريق الاقمر الصناعي تختارك حتى البدران فبقينا بزمن صعب وفي الحالة دي الاقلال من الناس لاحسن وده دي فتوة مشايخنا كمان قالولنا كده قالولنا ان احن في زمن يكتفي المرء فيه بامرأة واحدة ويكتفي من النسل باثنين او ثلاثة وخلاص كفاء عليك كده لان زمن فتنة وزمن تشويش ودي كنت شايف الولاد بيعملوا ايه يعني لو واحد عنده عشر عيال في احتمال اتنين ثلاثة منهم يشزوا تلعوا عشرين او تهمت ازاي لكنهم يبقى خالف اتنين ثلاثة وقاعد محوط عليهم احتمالات الايه انهم اقل طبعا كل شيء جايز ربنا ينجينا لكن بتبقى الاحتمالات اقل وبيتكلم بقى على حكم نظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب يعني على سبع انواع احدها نظروه ولو كان شيخا هارما عاجزا عن الوطن الى اجنبية لغير حاجة الى نظرها فغيره جائز يبقى ايه غيره جائز يعني حرام من الصغير حرام من الصغير يعني راجل كبير وعاجز حتى عن الوطن وبقت ما عندوش الشهوة لكن يعد يتفرج على النساء الاجنبيات ايه حكم نظره حرام غيره جائز حرام بس مستغير يعني يعني مجرد يتوضى كده خلاص تنزل شوية اللي ايه البصات اللي بصها نزلوا مع ايه اخر قطر المن تكفرها الصلاة يكفرها الصيام جمعة الجمعة الوضوء الحاجات دي كويس ها برضو اول ما كل شوية بيصلي كل شوية بيتوضع واخد بالك خلاصية بغيره جائز فاذا كان النظر لحاجة كشهادة عليها جائز اذا كان بقى لحاجة بيبص عليها عشان يشهد لعقد زواج فلان حيتجوز فلان عايز يعرف مراته عشان يعرف ان دي زوجة فلان شهادة او عقد بيع بيشتري من امرأة اجنبية السيارة بتاعته لازم يتحقق من شخصية عشان يعرف الطرفي العقد عشان حتى لو حصل نزاع يبقى يتحقق وشر من مين يعني ما ينفعش عقد بياه زي ما قلنا وامرأة منتقبة وبيتبيع عمار وياه منتقبة ازاي طب ما بعد شوية تلاقي واحدة كمان منتقبة تقول لك انا اللي باعتها لك هاتف الفلوس تيجي تدي الفلوس لها تطلع مش اي بتحصل مشاكل فيبقى ايه يجوز هنا النظر لان تعرف العقدين في العقد موجود مطلوب وكذلك الشهادة عند القاضي افرد هذا الرجل الكبير قادي وجاية لوحدة بتشهد لازم تحقق من شخصيتها ان هي دي فلانة واخد بالك ازاي مش واحدة تانية منتقبة وجاية تشهد وتقول لها ناسمي فلانة وتطلع اختها مش هي اشتكل دوارد كذلك في الامتحانات الشفة ما تخشش طالبة منتقبة شطرة تمتحن مكان خمسة وكل جوية تقول لها ناسمي شيماء وتطلع وتدخل من باب التاني انا شمي فاطمة وتدخل وشيماء وفاطمة وبتاع كلهم قاعدين برة مش مذاكرين وهي البتك منها مذاكرة دخلت قش وتهد ديهم درجة ما ينفعش الممتحن لازم يتأكد ان اللي قدامه دي هي الطالبة اللي بتمتحن عشان لو دخلت تاني تمتحن يقول لها انت لسه ممتحن فهمت؟ كل ده اوجي ياله تدخل بيته واحدة بتخبط منتقب تقول لك انا صديقة مراتك ممكن ادخل تقول لها تخلي بيتي اش عارف شخصيتك فما ينفعش انها تدخل البيت الا ويرفع النقاب وشايف انت واجهها عشان عارف ان فلانة دي صديقة ايه؟ مراتك ده تكون راجل تقول لك انا صديقة مراتك مش حصل يتحوال ازاي ايه دي؟ ما ينفعش تدخلها بيتك يبقى ايه؟ فان كان النظر لحاجة كشهادة عليها ونحوه جاز ونحوه بقى حط بقى ايه؟ امثلة كتير زي برضو الراجل اللي قاعد على باب البنك حراسة ودخلة منتقبة لازم يشوف شخصيتها يتحقق من شخصيتها لانه وظيفته الامن بقى واب عمارة كبيرة فيها شوقة كتيرة ما ينفعش البقى ويقعد ومنتقبة دخلة ومنتقبة خارجة وفي الاخر شوقة تسرق ومش عارف مين اللي داخل ومين اللي خرج ما ينفعش فهمت؟ ده وعي الامن تستدعي انه يعرف مين اللي داخل ومين اللي خرج وهكذا كل دي الشرع الشريف عندنا يعني ايه يبيحه لك يبقى الثاني نظروه اي الرجل الى زوجته او امته اللي هي ما يحل استمتاع بها يبقى يجوز ينزل لكل جسمه حتى الفرج قالوا حتى الفرج وفي وجه مكروه الفرج مكروه وفي وجه تاني وهو الراجح انه يحل له النظر للفرج حتى طالما يحل له الاستمتاع بها فيحل عن ينزل لكل جسمه فاشيشك يبقى والثاني نظروه اي الرجل الى زوجته او امته فيجوز ان ينظر من كل منهما الى ما عاد الفرج منهما اما الفرج فيحرم نظروه وهذا وجه ضعيف في وجه ضعيف قلب الحرمة في الفرج والاصح جواز النظر اليه لكن مع الكراهة واصح الاصح انه بغير كراهة شفت قد ايه طيب والثالث نحن قلنا النظر للمرأة انواع كتيرة اجنبي مع اجنبيات قلنا لا يجوز الا لايه للضرورة اللي احنا قلناها طيب رجل مع ما يحل الاستمتاع به اذا كان زوجة او ملك يمين كل حاجة ينزل لكل حاجة طيب هنا بقى نظره الى اقاربي زوجة محارمة امه اخته خالته عمته يعني ما لا يجوز ان يتزوج بهن فيهم تزوجه اسمه من محارم ويكونوا على التأبيد انما المحارم اللي على التأقيد زي الاجنبية بالزبط المحارم اللي على التأقيد زي اخت الزوجة دي على التأقيد كالاجنبية بالزبط لكن المحارم اللي على التأبيد ام الزوجة ماخد بالك خلاص لانها زي امه بقى خلاص او امه من النسب او من الرضاع او اخته من النسب ومن الرضاع او عمته او خالته كل ما لا يجوز أن يتزوج بهن اسمه محارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بنسب زي الأخت أو رضاع بنسب زي الأم والأخت والخالة والعامة أو رضاع زي الأخت والأم أو مصاهرة زي أم الزوجة كل دول أو أمتيه المزوجة الأمة بقى اللي بعدما كان يحل لأن ينظر لها كلها إذا زوجها الغيره يبقى صارك كأنها محارم في أمت فيجوز لا لحد ما تتطلق وتنقض عدة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والرقبة يبقى في الحالة دي المحارم بالنسبة للرجل ينظر إليهن ما عدا من السرة للرقبة يعني ممكن أختك تردع ابنها قدامك وإذا المعمول بموظمة الأسرة الأخت تقعد جنب أخوها وتردع ابنها تطلع سريها تفهمت إزاي عادي ما يدي أختي تفهمت إزاي أما الذي بينهما فيحرم نظره بينهما يعني بين السرة والرقبة يعني لا يحرم نظره إليه حتى من أمه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا أحد الصحابة أستأذن على أمي يا رسول الله قال أتحب أن تراها عريانة قال لا قال إذن فاستأذي مش كده بردو العلماء كان يقولك إيه أن يرها بثياب المهنة الثيابة اللي بتبقى عاربية بيتها يعني بتطبخ بيها بتنفض بيتها بيها بتغسل بيها اسمها ثياب المهنة يعني يبقى باين نص درحها مش عارف إيه شعرها باين لأن بيتها وبتطبخ بتبقى كده يعني يسموه ثياب المهنة والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل النكاح هنا بقى خاطب عايز يخطب وعايز ينظر لامرأة عشان يخطبها في الحالة دي لا يحلها إلا أن ينظر إلى الوجه والكفيه بس وخلاص وله أن يكرر ذلك حتى إيه يدعوه إلى نكاحه يعني ممكن تشوف مرة واثنين وثلاثة لحد ما يتمئن إن هي تقطعها كده وملامحها تريحها ينبسط لو تجوز فهمت إزاي هو يجوز بإذنها وبغير إذنها يعني من وراه استغفلها يعني تبقى قاعدة كده معاست صاحبتها وهو إيه يجي إيه يعدي قدامهم كده وينسى الموبايل ويرجع تاني علشان نسيه وحركات الإيه اللي يعملها دي علشان يعدد النظر لحد ما يتأكد إن هي مثلا إيه هي دي المناسبة له كل ده جائز شرعا طالما نيته إنه يخطب مش نويته يتلاعب فهمت بقى والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة حاجة النكاح فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك يعني حتى من غير إذنها يعني زي ما قلت لك يعني يعني يراها دون أن تشعر يعني يشوفه ويراح المدرسة ويراح شغلها ويطلع من شغلها حاجة كده وينظر من الأمة على ترجيح النوى وعند قصد خطبتها ما ينظر من الحر طب حيخطب الأمة بالشروط اللي قلناها برضو ينظر منها ما ينظر من الحر الوجه والكفين الخامس بقى نظر الطبيب فهمت إزاي الخامس النظر للمدواء للمدواء يعني للعلاج فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاجوا إليها في المدواء حتى مدواء الفرج زي طبعا النساء والولادة كل شغلهم في الفرج فهمت إزاي ويولد لأنه لضرورة تعمله ستة تولد واخد بقى حيولدها من بقاها يعني ما نفعش حتى بقاها عورة عند الجماعة الوهبية فما يعرفش يولدها خالص حيسيبها لما تنور فهتبقى مشكلة فيجوز لأجل الضرورة ما احنا هنصبر شوي هنصبر شوي ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد يبقى حتى تداوة لازم تبقى إيه معها جوزها أو ابنها أو أخوها أو أبوها وهو أقفين معاه وهو بيدويه فهمت إزاي ومنصوص على كده حتى في القوانين الطبية إنه ما فيش تقى طبيب يخلو بامرأة يكشف عليه إلا ما يبقى معها محر فهمت إزاي ده مطلوق ما ده موجود يعني في القوانين الطبية حتى في بلاد الأجانب بره بيعملوها مش من باب الشرع من باب المحافظة على الطبيب لحسن تتبلى عليه لأنه ممكن تخرج تقول ده الدكتور حاول يعملي كذا وكذا وكذا ما فيش شهود فهمت إزاي وتبتزه وتبوص صمعته فالأحسن إنه يبقى معاه برضو إيه معاه حد من طرفه وقال لا تكون هناك امرأة تعالجها وفقدنا كمان المرأة اللي زي ما كنتم بتقول أنت تعالج الكلام ده لو تساوت في الخبرة مع الرجل لو أقل من الرجل في الخبرة يبقى جوز للرجل بقى بس يشتغل في رجل يبقى عدل عدل يعني رجل مشهور بالأمانة واخد بالك ومعروف إنه صمعته طيبة وماتين في مهنته يبقى في الحالة دي ما فيش مشكلة والسادس النظر للشهادة هنا بقى حينظر علشان حيشهد جابوه شاهد في عقد بيع أخوك حيشتري عمارة من جارته كويس وجايبك تشهد في الحالة دي لازم تعرف مين الجارة دي بقى اسمها هيو شكلها ايه دي اللي أخوك حيشتري منها العمارة علشان لو حصل نزاعة تبقى عارف فهمت ازاي حتشهد على العقد واخد بالك أو القاضي نفسه بينظر للشهاد أو الراجل اللي هو قاعد في البنك بيصرف الشيك جايباله شيك باسمها وجايب محمد تقبة كده ازاي يصرفه ولازم تكشف النقاب ويتأكد ان فعلا صورتها دي هي اللي موجودة في الرقم القوني واسمها ده هو اللي موجود في الشيك علشان يتسبب وعشان كل واحد في وظيفته كده كل ده يجوز في الشرع ما فيهاش اي مشاكل واضح والسالس النظر والشهادة عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزنا يعني لأ واحدة دي طبعا يعني امثلة يعني اكستريم اوي لكنها بيقولها لك افرر لأ واحدة بتزني واخد بقى لك زي مع رجل اجنبي هو عارف شافه الشاه عارف بس عايزي تأكد هي دي زنا ولا بس هو مجرد ان هو بيقبلها وخلاص لكن من الزنا يبقى الحالة دي لازم ينظر لو كان ناوي يشهد في موضوع زنا حد زنا يعني يتأكد ان فعلا ايه دخل الذكر في الفرج طبعا دي امثلة يعني ايه شديدة شوي او ولدتها او عايز يشهد ان العيال دول ولدها يبقى ينظر ان الولد ده خارج من فرجها في امت ازاي سواء بقى رجل او كمان سواء كانت ايه داية قابلة يعني بتولد فان تعمد النظر لغير الشهادة فاسق وردت شهادته لان تعمد النظر لغير درورة حرام فاسق اي بقى فعل حراما من الكبائر واضح او النظر للمعاملة في بيع وشراء بقى هنا النظر من اجل المعاملة عقود البيع وشراء المعاملات المالية يعني فيجوز النظر اي نظره لها طب حينظر لها الى ايه بقى الوجه خاص ولا حينظر ينظر لقوامها ما ينظرش لقوامها هيفاء مقبلة اجزاء مدبرة ما ينفعش يا استاذ انت تنظر يا دوب بس لإيه لوجهها الى الوجه منها خاصة ويرجع للشهادة والمعاملة السابع والاخير بقى من انواع النظر النظر الى الامة عند بتيعها رايح يشتري اما من سوق الرقيق زمان ما كانش الوقت هنا ايش رأي فيجوز النظر الى المواضع التي يحتاجوا الى تقليبها لانها بقت بضاعة هنا بضاعة هيشتريها ينظر لها كل حاجة معدل فرج فيهمت ازاي فينظر اطرافها وشعرها لا عورتها اليامة بين السرة والربان والله تعالى اعلى واعلى ونقف على فصل فيما لا يصح النكاح الا به استلتاء بعد القادم ان شاء الله اللهم علمنا ما ينقعنا ونقعنا بما علمتنا ويجدنا علمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد على الله الى انت نستغفرك ونتوب اليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة